عام مشرق على رهف بعد أن تغلبت على إعاقتها في السابعة من عمرها فرغم إصابتها بالصم والبكم استطاعت أن تنتقى بعد تدريب متواصل لعام ونصف في مركز بيتنا بمدينة الباب ولم يتبقى لها لا تركيب سماعة طبية ليتقدم مستوسمها نحو الأفضل تعاملوا معها بأساليب متعددة ومنها ضرورة إخراج الصوت من خلال النفخ من خلال تحريك الفكين والآن هالطفل تقرأ بشكل جيد وحفظان عدد كبير من الآيات الصغيرة من الآيات القرآن الكبيرة تحفظ أسماء الله الحسن تغني أيضاً أغاني جيدة وبالتالي فهي طبعاً مؤهلة لأن نكون طالبة نظامية في المدرسة مركز أساس عام 2012 أساسة تنسيقية مدينة الباب بضم أربع أخسام رئيسية يدرب المركز في قسم الصم والبكم عشرة أطفال بينهم أربعة طلاب تحسن نطقهم تدريجياً خلال هذا العام ويشرفوا على تعليمهم ثلاث مدرسات ورغم الإمكانات البسيطة إلا أنهن استطعنا خلال أربع سنوات تخريج سبعة طلاب إلى التعليم بالمدارس الحكومية العامة هلأ أكثر شي عم نعتمد على الإشارة بفضل الله نطق من ناحية كمان الأحرف بفضل الله عم يتجاوبوا معنا في منهم عم ينطق نطق سليم يعني توصلوا لمرحلة من الوسط إلى الجيد يعني لما بتكون عم تتعب على طفل أهله كانوا يأسانين من حالته وبفضل الله يعني بالجهود والمتابعة والمسابرة عم يتحسن هذا الطفل وعم يرجع مثل أي طفل سليم هذا شعور كتير كبير بالنسبة لي وفرح لا يوصف أربعون شخصان من فئة الصم والبقم بينهم عشرون طفلا يخضعونها لدروس يومية لتحسين النطق اهتمام دؤوب لتحقيق أحلامهم وتنمية مهاراتهم والسير بهم إلى مستقبل تعليمي كباقي الأطفال نجح المعلمون في هذا المركز بتحسين النطق لكثير من الأطفال الصم والبقم بعد مثابرة تعليمية سارقت شهورا طويلة ليحققوا بذلك إنجازات فريدة من نوعها في المنطقة بهالحلبتوزون سوريا مدينة الباب ريفو حلب الشرقي ترجمة نانسي قنقر